أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلعي والمنتجات المختلفة في الأسواق مع ضرورة ضبط الأسواق خاصة في ظل أزروف الاقتصادية العالمية الحالية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أشار مدبولي إلى أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كل وتعاني منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم مشددا على أن الدولة تنفذ حاليا بتوجهات من رئيس السيسي حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين ومن ناحية أخرى تطرق مدبولي إلى الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 مؤكدا ضرورة تنصيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم لخروج الحدث بالصورة المطلوبة التي تعكس قدرة مصر وتأثيرها ترجمة نانسي قنقر